الحكاية دي من 30 سنة كان علي القداس التاني ووقف على المنجلية دي ايه بواز يمكن بعضكم يفتكرها وبعضكم ما يفتكرش الحكاية دي وكان احد المرأة السامرية في الصوم الكبير احد المرأة السامرية فانا قاعدة اتكلم على خطيئة المرأة وكيف كانت امرأة زانية لها خمسة ازواج وتعاشر انسان ليس زوج مش جوزها وعايشة معاها في الزنا وعايشة معاها في الزنا قاعدة اتكلم قاعدة اتكلم قاعدة اتكلم وبعدين خلص الاداس حوالي الساعة 11 ونص تلاقي تاخد اعترافات لغاية الساعة 4 في مكتبي او 3 وفي دور وناس كانت بقى ساميه وبعدين بحط خط عشان ما حدش يجي بعد كده لانا عندي خدمة بعض الدور وانا خارج لقيت واحدة وقفالي قلت انا لازم اعترف قلت لها بقى ينفعش تعالي فيهم قلت لها مش من هنا انا من وراء حلوان انا ركبة ثلاث مواصلات عشان اوصل هنا هعترف يعني هعترف قلت لها طيب في وقت قليل قالت لها انا هخش واقول وشوف بقى انت الوقت تتحدده فدخلت اول ما دخلت قعدت قالتلي بص في وشي كويس غريبة دي قالت لي بص في وشي كويس انت تعرفني قلت لها لا شوفتين قبل كده قلت لها لا قالت لي ولا انا كمان شوفتك قبل كده قلت لها طب ماشي الموضوع فين قالت لي وانت بتوعز على السامرية بتبص للشعب كله مش كده بس اول ما كنت تقول كلمة زنا كنت انت بتقولها بحسم وبتبريق تسيب الناس كلها وتبص في وش تيجي في عيني في عينك وفي تاني مرة قلتها روحت انت مشاور المشاورة كانت علينا وفي تالت مرة قلت عايشة مع واحد مش جزهة وشوفت عليها تالت انا اتكهربت لان انا المرأة السامرية واللي انت قلته وبصتلي هي دي حققتي انا كنت جاي ازور ناس في مستشفى جنبكم هنا وقالوا ان لسه في الرعاية المركزة ما بيفتحوش قبل الساعة واحدة فانا قلت اعمل ايه ادخل اولى عشان مع الاختي اللي عيانة ولا اخويا اللي عيانة انا مش فاكر تبصير لقيتك انت بتتكلم وفي تلات اربع مرات تجيب اسم للخطية وتشاور مرتين شاورت ومرتين برقت ولي انا حسيت صد بيقول لي فوقي الكلام ليكي ده انا بدور عليكي فانا قلت مش هروح لما اعترف انا هذه المرأة وانا احيا في هذه الخطية ولي رجل غير زوجي بس بعد النهاردة الموضوع ما يحتملش صفة علشان اللي خلاك تبرق مش انت ده المسيح واللي خلاك تبصيلي المسيح واللي خلاك تشاور علي المسيح كانت واضحة قوي انك انت مش انت المسيح كان بيتكلم على لسانك وهو اللي بيشاور علي فعرفت ليه ما كنتش اقدر اروح قبل ما قابلك كنت لازم قلت لها الدعوة وصلت قالت وصلت قلت توبة هتبتدي التوبة هتبتدي قلت لها قرالك الحل وتتناولي وعهد ووعدة امام الله اللي كان بيكلمك النهاردة في القداس ما ترجعيش الخطية دي تاني قالت لي وعد وعهد امام الله مش راجعة تاني قلت لها تلاقي قاب اعتراف في المنطقة اللي انت سكنة فيها قابل قاب اعتراف شوفوا قد ايه ربنا اوعى تفتكر يا حبيبي ان لو كنيسة فيها عشر تلاف ربنا مش شايفك ومش عاوز يوجه لك دعوة خاصة لك انت او رسالة خاصة لك انت فوصة مئة الف وبحسب ايمانها ربنا اداها هي داخلة صدفة بس هفكرت مين بمريم المصرية اللي كانت داخلة كنيسة اترفضت مرتين ثلاثة حست ان المسيح بيقولها رسالة ما مش هينفع بالخطية والعيشة اللي انت عايشها انك انت تيجي وتخش بيتي روح يتوب الاول فربنا بيدور على كل انسان خاطي حتى لو كان خروف او درهم او انسان عايش في زنا اوعوا تفتكروا ان في واحد هيطلع فوق يقوله انا ظروفي وانت ما دورتش علي يا لأ هيجيب له شوية شواهد امتى انا دورت عليك وامتى انا سعيت ليك وامتى انا بعدتلك انسان يكلمك عني وانت اللي رفضته لكن لا يوجد انسان خاطي ربنا ما حاولش وصل له رسال الدعوة او انه كان بيدور عليه